وقائع عزمة ولحظات استثنائية وطموحات بالغة الأثر أنار البيت الأميري في الإمارات الطريقة إليها فصنع أسطورة هائمة لم يسبق الشيخة موزة المكتوم أحد في الذهاب إليها فما هي القصة؟ مهد البيت الأميري الطريقة أمام الشيخة موزة الراغبة في صناعة أسطورتها التاريخية فقررت أن تفارق اليابسة وتمارس حقوقها الفعلية في قلب السماء بعدما أيقنت أن الأرض لا تسعها فسبقت آلة مكتوم التي لا تبالي كافة نساء الإمارات في طريقها إلى طموحها العظيم واضعة اسمها بحروف من نور في سجل خال احتلت فيه المرتبة الأولى فلم يشاركها في قمته أحد بعد حيث حلت السيدة الشابة ضيفة على السماء ومن ورائها دعم لا ينقطع من أسرتها بوصفها أول أنثى من العائلة الحاكمة في إمارات دبي تحصل على رتبة طيار وتنضم لأسطول تجاري جوي يجوب بلاد العالم وقد اجتازت الشيخة موزة المكتوم اختبار رخصة الطيران برنامج الموظف الأول في أكاديمية إكسفورد للطيران وهو الاختبار المؤهل لتخترق الشيخة السماء بشكل رسمي وموثق فخر بالغ وسيرة حافلة ولحظات فارقة في تاريخ دولة الإمارات عندما أعلنت الشيخة لطيفة المكتوم ابنة الشيخ مكتوم بن راشد المكتوم ابنة أختها أول طيار أنثى في العائلة الحاكمة في إمارات دبي إذ نشرت الشيخة لطيفة صورة لابنة أختها بالزي الرسمي لطيران الإمارات على إنستجرام مع تعليق تقول فيه موزة ماروان بنت أخي أول طيار أنثى في العائلة الحاكمة في إمارات دبي وتمكنت الشيخة موزة المكتوم من أن تصبح قدوة بالغة الأثر خاصة بعدما تمكنت عائشة المنصوري أن تصبح أول سيدة برتبة طيار لطائرات A380 بعد أن انضمت لأسطول طيران الاتحاد كما انضمت الشيخة موزة المكتوم إلى قائمة مطولة من سيدات الشرخ عامة وسيدات منطقة الخليج العربي على وجه الخصوص كان من إحداث الفارق في مجالات استثنائية وغير متوقعة ولعل مريم المنصوري كانت أبرز دليل على ذلك باعتبارها أول سيدة إماراتية تحلق بطائرة حربية مقاتلة بعد تخرجها عام 2007 من كلية خليفة بن زايد الجوية في أبو الظبي لتمرهن على قوة السيدة الإماراتية فيما سبقتها في نفس مجالها السيدة هنادي الهندي أول سيدة برتبة طيار من المملكة العربية السعودية بعد أن حصلت على رخصة الطيران والسيدة مونيرة بوعيكري التي حصلت على الرخصة في التاسعة عشر من عمرها وكذلك كان هناك ميساء هزيم السيدة البحرينية التي انضمت لأسطول طيران الخليج التجاري في عام 2007 باعتبارها أول أنثى طيار في منطقة الخليج العربي كافة ومن بعدها انفرط أقد السيدات برأيكم هل يعد ما قامت به الشيخة موزة بنت مروان المكتوم إنجازا خياليا في تاريخ المرأة الإماراتية؟ ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر